الزمالك المهاردة نزل بيان على ملعب المباراة انهو خدم موافقات انهو ينقل الملعب من المباراة ومن استاد القاهرة لملعب الدفاع الجو يتقدم مجلس ادارة النادي الزمالك الزمالك بيشكر طبعا وزير الدفاع والانتاج الحربي بعد اعتماد ملعب الدفاع الجو ملعبا للزمالك يتقدم مجلس ادارة النادي الزمالك برقاسة ومستشار مرتضى منصول بخلص الشكر والتقدير إلى الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد موافقة سيادته والتصديقة لأن يكون ملعب الدفاع الجوي هو ملعب الزمالك في المباراة القادمة طبعاً أنتوا عارفين أن البيرامدز يعني بيلعب على الملعب لكن الزمالك خد إذن أنه يلعب على الملعب طبعاً؟ أنا بالنسبة لي الموضوع ده غريب جداً جداً المفروض الطبيعي أن الزمالك يحارب أنه يلعب على السيد القهارة وأنه هو ما يزرعش جوه بخ اللعيبة أن الملعب ده في مشكلة وخلي بالك أنت اللعيبة بتقول كلام اللعيبة بتبقى نازلة الملعب الملعب ده أنا مش أكسب عليه لأن فيه ناس بتقنع الناس بالكلام ده وده كلام نفسي بحت الزمالك اللي كله بطلاطه كله بطلاطه على السيد القاهرة النهاردة مش عايز يلعب على السيد القاهرة إزاي؟ يعني أنا بالنسبة لي موضوع غريب جداً جداً مش في قادر أفهمه خاصة أن أرضية السيد القاهرة أحلى أرضية في مصر واخدين بالهم يعني المسؤولين عن السيد واخدين بالهم منهم كويس هو فنق كبيرة محتاجة إيه؟ ملعب كويس؟ وكي كي ما فيش جمهور ملعب كويس؟ وملعب واسع تعرف تمسك عليها يا حد بيتكتر عليك أن أنت تفتح له الملعب في كل حتة وتشتغل وتجيبه من ليمين للشمال وتشتغل أنت تشتغل في الحتة دي أو مانا الزمالك أسيب كل الملعب التاريخي بتاعي اللي هو المفروض البعبع البعبع بتاع المنافسين الفرقة التانية طول عمرها بتيجي تلعب الزمالك والقاهلة على ملعب السيد القاهرة بيجي عامل كده اللعبها مش بصدق نفسها أنها بتلعب في الملعب ده أو مانا أمشي وروح حايزة أروح ملعب تاني غريبة جداً جداً بالنسبة لي أنا مش بصدق أن الزمالك بيحارب أن هو يمشي من ملعبه التاريخي ويمكن أنا يعني النهاردة اتكلمت اتكلمت والناس يعني خدت الكلام يعني أن هو بنميده بيقول وبتاعه والله أنا بقولك عشان زعلان والله زعلان أن الكلام ده بيتقال ده ملعب القاهرة ده أستاذ القاهرة أستاذ الرعب شايفين ده مين ده كوارشي جبولي يا جماعة بتاعي شايفين الجمهور والملعب وجمال الملعب ده طول عمر الزمالك العو العو وهو أستاذ القاهرة بقى أنا عايزة أمشي وروح ألعب في حياتة تانية وأطلع أقول نهاردة يعني أنا بشيت بالمستشار مرتضى منصور في التسائين في المئة من الحاجات اللي بيعملها جونات الزمالك لكن في حاجات لازم نقف عندها نتكلم إحنا إحنا جماعة ماينفعش أن إحنا تطلع حاجات نحط جوه مخ اللعيبة أن ملعب أستاذ القاهرة عندك مشكلة فيه طيب إفرد إنت دلوقتي ماشي إنت هتلعب ماتش إزا ماكو الأهلي فين سؤال بس عشان الناس بتيجي تتكلم بتقول الكلام ده إحنا تعالنا نقول إزا مالك ما بيكسبش على أستاذ القاهرة إزا مالك ما بيكسبش على أستاذ القاهرة لغاية ما بقت عقدة متركبة خلاص دخلت جوه مخ اللعيبة ما إنت بتجذب الطاقة السلبية اللي هي عند الملعب فخلاص بقى عندك مشكلة إنت هتلعب الأهلي فين في أستاذ القاهرة صح؟ خلاص إنت نزلت الماتش نفسيا مغلوب شكرا أنا مش هكسب ليه تأمل كده؟ وأتمنى أن الناس تاخد الكلام بتاعي بصدر الراحة ما يزعلوش ما يزعلوش والكلام أنا بقول كده والله يزعلان على الزمالك لأن أنا عارف أنا رجل هنا محايد لكناها زمالكاوي أنا عارف أن أنا هلعب الأهلي على أستاذ القاهرة أنزل نفسيا مغلوب أنزل لعبتي أن الرئيس النادي والمسؤولين يقوله ده الملعب ده ما بنكسبش عليه خلاص قصة أهم أنا زود القصة وخدوا الكلام بتاعي بس يا جماعة خدوه بصدر الراحة أرجوكو خدوه بواحد كواحد بين ولادكو يعني سيبكو أنا مين ولا لعبت إيه ولا بتاعه واحد ابنك بيقولك أنا النهاردة هلعب الأهلي فين؟ الزمالك هلعب الأهلي فين؟ في سادة القاهرة أمنيا وكل حاجة يا إما ما عرفش بقى يروح برج العرب بس الطبيعي أنه يتلعب في سادة القاهرة صح؟ زي ما تدور الأول اتلعب في سادة القاهرة خلاص أنت الكلام اللي أنت بتقوله ده والإجراءات اللي أنت بتعملها دي أنت خلاص نزلت المطش مغلوب نزلت مطش القمة مغلوب لعبت الأهلي نازلة ده الملعب بتاعنا عادي حتى لو ما ملعبش عليه ده ملعبنا ده احنا بنكسب لعبت الأهلي أول كلمة مسلمانية هيقول لعبته إيه؟ ده عندهم مشكلة نفسية مع الملعب ده دوسوا عليهم دوسوا فيهم أنا بقول لكم سيد عبد الحفيز هيأول كلمة هيقولها في القوضة وهو داخل دوسوا فيهم ده بيخافوا من الملعب ده أنت عملت نفسك بوع بوع من لا شيء عارفين اللي بيخلق بيخلق بوع بوع من غير حاجة بتخلق الملعب مش قدر يا سادة مش عارف فكروا في كلامي تاني يا جماعة أمكن أكون أنا غلطان كلام ده مش مصبوط محدش يعمل كده محدش يعمل كده أنت هتلعب الأهل عن الملعب ده وهتيجي في وقت من الأوقات السنة الجاية يعني تلعب في أفريقيا في الملعب ده خلاص يبقى أنت خلقت عقدة عملت عقدة من لا شيء